بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هدنا نقدم لكم ماسك بالحمص والفوائد ديالو تعرفوها كثيرا هاد الماء اللي رطبوا به الحمص ما نرميوش ندروه على هاد الشكل هادا وندروه في المجمد ومين نكونوا عادي نعسوا يعني من نكملوا الاشغال ديالنا نفوتوا على وجهتنا بهاد المكعبات يكونوا مكونجليا هادا لازالة يعني الكوهال اللي تحت العين هاد الماء مزيان له والحمص نقدم بدوه نطحنوه في في الكهرباء يعني في ماشي ننتعدو واي ربو عندكم وناخدوه ربع ديال المعالق نتاع الحمص وهاد الماء سكره مزيان للكنف والحب اللي في الوجه والحب الشباب ينقيه وجربوه تلسية كل يوم ديروه نهار مور نهار وغادي تشوفوا الفائدة بنفسكم وترحموا عليها هادا مجربته انا شخصيا ازالة الكنف وازالة الحبوب اللي كتكون انت احب الشباب احنا كنقول له بالعربية والكنف يعني مغضي يعني الفوائد نتاع الحمص وتزيدوا معها مع القنطة عن النشا اللي هي ميزينة ومع القنطة عن الحامض وخلطهم كاملين وديرهم من الوجه ديالكم لمدة نصف ساعة وغسلوا وجهتكم وديروا اي الكريمة اللي متساعة تديروها دائما وبصحة ورحمة تنسوش تابونه وتفعلوا الجرس بس وصلكم كل جديد ومع السلامة وشكرا لكم من المتبعدي لكم ترجمة نانسي قنقر